اشتركوا في القناة والصادرة في كل الصيفات السيئة صح صح اغبياء الجزائريين ما تقدرش تصنفهم مع يعني البشر انا خلاص يعني ماوليتش نصنفهم مع البشر يا اخوتي لي كيفي يخلي لايك لي ماولاش يصنفهم مع البشر يخلي لايك ويخلي لي تعليق مليح هل تصنفونا جماعة البراتيش مع البشر ام لا كل واحد في تعليقات يجاوبني ديروا في حسابكم خوتنا الجزائريين بللي الخيطة بتعتبونا حناك جزائريين ما تبعناهش ما تبعناش كاين واحد تسعين بالمئة من الجزائريين ما تبعوش الخيطة بلاك شافوا يعني وش قال وكذا لكن ما تبعناش من آل الزاد ربعين مليون مغريبي اخويا الجزائري تبع الخيطة بتاع تببون من آل الزاد يعني من اللي يبدأ من السلام عليكم حتى الى اللقاء في رأيكم علاش تبعوا اللقاء تبعوه لانه يستنوا زعماء يجبد اسمهم لكن تببون مجبدش اسم المغرب فيا سيديكي مش بدش اسم المغرب دوروها يحوسوا زعماء على غلطات سواء غلطات املائية ولا غلطات يعني لي في بالهم هما غلطات علاش في بالهم غلطات نعاودوا نقول ليو انه الشعب المغريبي اغبى شعب في العالم ودرك تفهموا علاش رئيس الجمهورية يا الجزائريين قال باللي رح نديروا واحد المشروع في ادرار لأكبر مزرعة تاع حاليب لتقدر المساحة تاحا بمئة الف هيكتار اكدوا لي على مئة الف هيكتار لما تحولوها الى الكيلومتر بش نحطوكم في الصورة مليح تلقاها الف كيلومتر مربع خلاص يا الجزائري البرتوشي كي ملقى ما يهدر وكي القنطة هب بلاتو على بلكو مش قالوا قالوا شوفوا الجزائريين رح يزرعوا الحاليب اغبياء الوحدة الدراجة كبيرة سما اناكي نقول لك رح ندير مزرعة تاع السامك زعماح نزرع السامك هكذا ياخي مستوى خبتي برابيكم انتبعوا الفيديو حتى الاخر لانه طويل رح نحكيه على كلش وش راهم يديروا زعما نفرحوهم ما نخليولهم مالو زعماحناكي يقولنا بللي رح نديروا مزرعة تاع حاليب في بالكي البرتوشي بللي نزرعو الحليب يا الحابس والله نخبطك بزج كفوف اي باينة مزرعة ابقار لي منها يجي الحاليب سما الهدف الاساسي تاع المزرعة هو الحاليب هذا ما كان وما تنساوش ادرار ولاية ادرار لانه من بعدها رح نرجعو لهم ليح اسمعوا هذا الجزائري كيفاش رد عليهم ومن بعدها نروحو وش راهم يقول هذا كلفايح تاحهم ومن بعدها نزيدون وروحو ونفرحوهم بالدليل يعني من عبنا جوجل كيلومتر يعني والله ما هي شكل حاجة كبيرة الف كيلومتر مربع بالنسبة العالم اللي قادي نشوف فيه بالنسبة اللي تطوره بالنسبة لك وخيره تليل وش كيف الفيديو هذه اقل مساحة جبتا مساحتها ثلاثة مليون وتسعة وسبعين الف فدين يعني اتناشر الف كيلومتر مربع يعني عادي كشغل عدة بلدان اكم سمعتوا يا الجزائرين كاينة في العالم مزرعة يعني اقل مساحة على المزرع الكبيرة في العالم المساحة تحها هي 12000 كيلومتر مربع اللي براتيش قل لك اوه 100000 هكتارة كيفاش هذه 100000 هكتارة قل لك اضراره وما متكفيهاش قل لك المساحة تحها كثر من الجزائر ناقصين في الماط ناقصين في الاخلاق ناقصين في الاقتصاد ناقصين في الشرف يا جدك حبستو لي راسي انتوما ما فلحتو في والو الماطو متعرفوش تحسبو متعرفوش التحويل عدة دول قامت بفعليها لماذا الجزائر لا تستطيع فعل هذا الذي يخرج منك الا ما هو حسدك فاهم ولا الله تكفيه ماهيش غيره قنطة بارك يقول ان شاء الله اخوي تمشي في البراجيب تصالحو علي عليكم بقنطين علي عليكم منزلتو حاطين قبليل اهلي بيكبر في الشيزر علي عليكم منزلتو حاطين تحلية المياه هي تحط السكر في الماء والله اهي ولا منزلتو حاطين باللي مزرعة اسماك تجيب حوته تغرسها فالله تقدموا تقدموا وما زالوا في بالهم زعماء غسيل الاموال انه نجيب ودراهم ونحطهم فص الماء هي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مستوى منزلتح بني widespread يا خوتي ما دلكص نه يعني يقولوا دكتور مدهس يتقارع يفهم يحكي لك على العفسة هذه ويبدأ يقول لك مزرعة حليب سيزرعوا الحليب هيا يقولوا لي برك تفرجوا تفرجوا هذه القضية ديال أشجر ديال الحليب ديال تبون في البلاد ديال الحضارة تبون ياو القنطة هب بلاتك ياو القنطة ما خلتش فيك على بلكم بعد خطاب تبون مباشرة ماذا ينشر يعني تحليلات وكذا ماذا يكون؟ هذا الفايح والفايحين الأخرين كامل كامل رئيس تبون رئيس تبون بالنسبة لي نحن الجزائريين هو مواطن جزائري حاكم منصب عالي سلام عليكم ما نعبدوه ما نسمعين به يهدرك ذا اللهم بارك ماهدرش كذا نقول له تبون اهدرنا كذا علش لانه يتبع الشعب الجزائري تبون فرد من الجزائر في بالكم زا ما انتا اكيد تؤخذ و تتكلم لي الجزائري عكما هبول انتا يا في بلك الجزائري كيف كتا يلبرتو جي نقولولك ميمي ستة راسو كبيرة اه تولي تبكي كمل كمل يلغابي الفايح قل الكاسيدي غدي زرع الشجر والشجر غير يعطي حليب هنيئا للحضيرة غيتحل المشكلة ليلو بمعنى غيريولي شجر تحلم الشجر غيريولي العملية ديال كما جاف هاد هاد الأخ هدا اللي قال هاد مسألة فعلا أنا متفق معاك الشجر الحلوب تحييلك الشجر الحلوب ديال عبد المجيد تبون مئة ألف هكتار ولا اشنا هو اشنا يشكون غدي نزرعوا فيها باش الانتاج ديال الحليب هنزرعوا فيها الشجر باش يكون الانتاج ديال الحليب يا تبون يا رئيس الجمهورية راك تسمع وش راهم يقولوا ماذا بيك تكون عند الكلمة تاعك وبعد عام يشوفوا هذه المسرعة واجدة ماذا بيك كيما دبت لهم في غارج بيلات ماذا بيك زيد أعطيهم الحس تعكفوا سقلة هذا ما كان يحبوا يحبوا ليسقلهم انتم اللي درتوها بروحكم يعني كي نهار ديروا الافتتاح على المزرعة هذه ما تبدأش تقول شوفوا الجزائر أم داروا مزرعة جابوا فيها البقرة أعلاج مداروش النووي على بالي راح تقولوها هذه أصبروا مبركي الفائح أصبروا يا الله غيروا نسقلوكم هذا دكتور هذا هذا دكتور يا أخوتي يا الله ما ما تركيبش ما تركيبش تعالي وش هذا شكي قوله تعالي هذا الأشجار الحليبية أو الاسمي ثالي تعالي قولي نكن عرفوا الأشجار نتمره كيف أشجر احنا غنشوفوا الصور أشجر أشجر أقول لي حلب والشجر طلع الإخوان حلب والشجر هذه الحضرة أقول لي عندكم الحليب دي الشجر بعدها أقول لي عندكم الحليب ده بمزيان عندكم الاكتفاء الداسي كي يا أخوتي والله ما ما قدرتش ملخر ما قدرتش كيفاش يعني نعلق على باشر ما نعتبره مش أنا باشر ملخر مستحيل الايكيو تحم ضعيف جدا ضعيف 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 أغبياء أغبياء الايكيو هو نسبة الذكاء اللي يقصوا بها يعني يا تسماكي نقولوا مزرعة سامك ها تسما هذه المزرعة نزرعوا السامك ونخرجوا السامك هكذا تسما هذا المنطقة تاعك آيا سيدي نروح للغة العربية الفصحة نقلوا المزرعة تثمروا حليبا هاذي وش اسموها باللغة العربية و اسموها استعارة وتعالى يا نسيت نسيت لاني نهدر مع الناس ح بسير لح علاقه يا اخاوتي هاة الاستعاره مع مكنهيه و الادب و الكنيهه هو يفعم الجزائر عسكر الجزائر السلام عليكم والمشكلة محبساش اهنا يا اخاوتي ولاها محبس اهنا على بالكمية او اس کالو دخلوا لكوبLE لم يتمه ل LEASE ما معلWoبش ان يضيفصه المساحه استايه أدرار لكي نصحن سياه ن Group نها الجزائريين نشوفه المساعات أدرارة نلقوها أصغر من ألف كيلومتر مربع نقول:"ووههه يكون كوي يكذب علينا والله كما نحكي معاكم مخطاطات دانيئة جداً فلما أدخلتم ويصنعتم الحمد الله الإنسان عنده عقل والعقل لازم يخدمه والحمد الله أنه خلقنا جزائريين الحمد لله يا أخوتي أنه خلقنا وعندنا شرف داعنا وعندنا تخمامنا وعندنا شخصيتنا ولم يأتي بريتي تعسقه له كفه وبزاقة على الوجه دخلت حققت لقيت وش راهم يديروا وفهمت مليح الحكاية هذه حابين يدوروا الجزائريين زعموا على تبون ولا مفهمش على الدولة الجزائرية وكذا احنا الجزائريين حبيت نوصل لكم حاجة بركيا البراتيش بيش تفهموها مليح احنا تبون كيا غلط نقول له راك غلط نخرج انا بشكل مباشر نقول له تبون راك غلط لانه تبون ماهوش اه اه معصوم من الخطأ تبون هو باشر كيف ناكيفو السلام عليكم هو فرد من المجتمع الجزائري كيدير عفسة مليحة ثاني نقول له صحي تبون عجبتنا لعفسة هذيك ما حققا لاش مثلا وشقال ندير له فيديو والجزائرين يديروا له فيديو يقول له ونراهوا الواعد تاك ماكفهم لانه هذي الجزائر تاعنا نحنا الجزائرين ماهيش تبون اولا وتبون هو يمثل الشعب الجزائري هذي ثانيا بش تفهم برك احنا ما نش مقدسين تبون وشين قريحا انتا فراسك واقيل الجزائري زعمى ثم اكم دخلتولو لحياتو وراكم دخلتولو للديزويت تحياتو اصحبي راكم تعسو فيه كثر من المالك تاعكم شوفوا بركي اخوتي وش راهم يديروا اللي ما يحشموش تفرجوا مليح كي تروح تكتب يعني في جوجل مساحة ادرار تفرجوا رح تلقوها 633 كم يا سبحان الله شوفوا الخريطة هالي تاع الجزائر يا اخوتي اكم شوفوا فيها شوفوا مساحة ادرار وقيل الدوزيام والطروازيام في الجزائر يعني كاكبر مساحة ايا ندخلو الويكيبيديا باش نشوفو هالي صح 633 الف كيلومتر موربع ولا لا لا لانه اذا 633 الف كيلومتر موربع معانت هالمشروع ما يصلحش في ادرار معانت هالمشروع غير منطقي الان ندخلو ندخلو خاوتي الجزائريين هذي ويكيبيديا يعني ما كانش لي موديفي فيها نحبطو شوية نحبطو نحبطو نلقو المساحة شحال خاوتي شحال 427 الف و 368 اكتسمع خويا الجزائري 427 الف كيلو يعني اذا درنا من هذه 427 الف كيلو نديرو الف كيلو واحد تع مزرعة نديرو فيها الابقار ونديرو فيها الاغنام ونديرو فيها وش بدخل لك تايل عياشي بلادنا ودراهمنا ونديرو وش نحبوها ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حقق المشروع نقول له صحيت ما حققش المشروع نقول له ونراه المشروع فهمت يا البرتوشي ولا ما فهمش احنا ما نشكي فيك لازم تفهمها انت مذلول انت تاع رخص من الاخر انت و الذل اراكم خاوة خاوة انت طاوة طاوة مع الذل فاك فهمني ماكش طاوة طاوة مع الجزائري في بالهم كيقلهم زعم مزرعة للحليب في بالهم نزرعوا الحليب اي 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 شعب المريض اقصي وبالله تحية الجزائر اليوم وغدوة تحية الجزائر اليوم وغدوة خاوتي اكم شفتوا اش حال مراض بينا راني وحدي ضد الالف من القنوات يعني ما خليوا اللايكات تاعكم هذا ما كان سلام عليكم